ما التدعيات التي ستترتب على تعليق الجيش للمشاركة في المفاوضات؟ مرحبا بك والمشاهدين الكرام الحنة الأخيرة التي بدأت يوم 22 هي أعقبة اتفاق جدة في 20 مايو حددت بوضوح أن الدعم السريع يجب أن يخرج من منازل المواطنين والمرافق الحيوية وأصلا بدون اتفاق هذا خرق للغوانين الدولية هذا يعتبر جريمة حرب أنك تتهجر الناس غسريا من بيوت التي احتلها وطيلة السبعة أيام لم ينفذ فيها شيء والآن بدأت الهدنة الثانية ليومين وإنهارت يبدو أن هناك خروقات واضحة حتى الآن الدعم السريع ما زال يحتل بيوت المواطنين نضيف إلى ذلك تهديد البرهان باستخدام القوى المميتة وأنا أعتقد أن هذا مجرد تحديد أكثر من أنه استخدم الطائرات استخدم المدفعية السقيلة واستخدم الدبابات لكن بعد ذلك لا يكون هناك سياسة الأرض المحروقة وهذا نتكلم عن غوات الدعم السريع متواجدة في وسط ما بين أربعة إلى خمسة مليون مواطن في العاصمة الفرطومة حتى بعد النزوء الكبير منها والتهجير الكبير لعدد كبير وقسم كبير من سكانها فالوضع حقيقة خطير واليوم في أديس أبابا كان هناك مناغشة لورقة بالإنجليزية اسمها ومن ضمنها وردت أشياء خطيرة تنظر بأن هناك إرهاصات بأنه ممكن يكون في تدخل لأن تحدثوا عن تأمين المطار وتأمين المرافق الحيوية من الذي سيؤمنها ما لم تكن هو فعلا جاري التفكير في إنشائها أيضا جيم مايك هامر اللي هو المبعوث الأمريكي للغرن الأفريغي اليوم هو وصل إلى جيبوتي وسيبغى بين جيبوتي وأديس أبابا حتى سادس من يونيو وسيضم اجتماع للغيادة الأمريكية الأفريغية في جيبوتي سيحضر ما يسمى بمنتدى أمن شر أفريغيا ويبحث المهددات في المنطقة حسب الإعلان الوارد من المكتب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية قبل يومين لكن هذه كلها دلايل وإرهاصات لأنه قد تتسع نطاق وهذا منح خطير بأن تكون هناك غوات النبية قد تتدخل تحت مختلف الزرائع ونحن نعرف أن الطرفين كل واحد منهم عنده امتداداته وأصدقائه وحلفائه الخارجيين ولا بديل لأنه يتم إغاف حقيقي الولايات المتحدة اثنين من كبار المسؤولين في الخارجية كانوا متواجدين في جدة في إحاطة اطلعت عليها بعد اتفاق جدة قال لي وكالات الأنباء العالمية هي كانت تحاطة مقفولة حقيقة نعم أن وسائل مراغبة الهدنة هي واحد استخدام الأغمار الصناعية وإيجاد صور حرارية اثنين استخدام الزكاة الاصطناعي بتجميع ما يروج في وسائل التواصل الجماعي بشكل عام وتحليلها وعمل تنغيالها لأننا نعرف أنه أين الغتال بدأ وأين ذهب أيضا بتقارير المواطنين على الأرض لأنهم يتكلمون عن ماذا حدث في كل منطقة من مناطقهم طيب الآن تسعة أيام سبع أيام زائد يومين فعندك قلت أن هذه هدنة مراقبة لأول مرة تكون هدنة مراقبة اللي بدأت يوم الثانين عشرين لماذا لا تشير بالبصادع الاتهام مباشرة للنتاج التي توصلت لها من من الذي خرغ الهدنة ترك الأمور هكذا وهناك فيه اتفاق للولايات المتحدة والسعودية الاثنين أوفوا بوعدهم بأنهم سيعملوا على مراقبة الهدنة لا الدعم السريع في تقديري أوفى بالتزام بأن يخرج من المنازل والمستشعات والمرافقة الحيوية والجيش يستمر يستخدم الطيران وهذا ينتج عنه بالتأكيد مهما كانت إصابة الهدنة دقيقة قد ينتج عنه قتل للمدنيين ترجمة نانسي قنقر